كم يحيط بالإنسان من مصائب ومخاطر وأضرار لكن يدفعها عنه برأفته الله الرؤوف والرؤوف هو الرحيم العاطف برأفته على عباده والرأفة أبلغ الرحمة وأرقها وألطفها قال تعالى إن الله بالناس لرؤوف الرحيم أي إن الله بجميع عباده ذو رأفة والرأفة أعلى معاني الرحمة وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة والرأفة صفة تقتضي صرف الضر والرحمة صفة تقتضي النفع لمحتاجه ففي الجمع بين الرأفة والرحمة دفع المضار وجلب المنافع فلولا رأفة الله بعباده لسقطت السماء على الأرض وانتهت الحياة قال تعالى ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم ومن رأفة الله بعباده إنزاله الكتب وإرساله الرسل ليخرج العباد من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان قال تعالى هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم ومن رأفته سبحانه أن سخر لنا وسائل النقل القديمة والمعاصرة قال تعالى وتحمل أفقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم فمن علم أن الله هو الرؤوف دعاه ورجاه قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ومن علم أن الله هو الرؤوف استعد ليوم يلقاه قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ترجمة نانسي قنقر